اهلا وسهلا بكم مرة اخرى على قناتي على اليوتيوب هنكمل مع بعض منهج اليكس ايزوي للصف الاول الابتدائي والنهاردة معنا اونيتي 4 الوحدة الرابعة بعنوان كاسك كاسك ماذا سؤال مهم جدا لازم نحفظه وده عنوان الوحدة عنوان الونيتي في البداية طبعا هندرس فير بمعنى يفعل او يعمل والفرب ده تروازم جروب يعني مجموعة تالتة لتصريف خاص به مع ج و تو و ال و ال و ان هنحزف اخر حرفين اللي هما ال ار او وهضيف هنا مع ج و مع تو و مع ال 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 ان هضيف حرف ت عنوان الورب راكزوا كويس وليس نو فزان ها كتب كلمة فى و ها زود عليها و ها زود عليها مرة أخرى و ده فرب فير بمعنى يفعل او يعمل و الفرب ده مهم جدا في هذه الوحدة هناخد بعض الفوكابولير اللي موجود عندنا يعني الحيوانات او الانيمال معنا هو و دواني قب minutos هناخدقاء أيني Bob هنزين هنزين هم مي fare هنزين 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 Un tigre Un papillon Un dauphin Un chien Un chien Une perruche Une tortue Un hamster Un poisson مرة أخرى Un dragon Un elephant Un horse Un tigre Un papillon Un dauphin Un chien Une perruche Une tortue Un hamster Un poisson بعدما درسنا الفوكابولير دلوقتي هناخد بعض الأفعال اللي موجودة عندنا بالصور كاسك تفي كاسك تفي ماذا تفعل أو ماذا تفعلين كاسك تفي سؤال مهم جدا زي ما قلتلكم والسؤال ده أيضا بيسوي كلمة والسؤال ك في ت ك في ت معناها أيضا ماذا تفعل يعني انت ممكن تقول كاسك تفي أو تقول ك في ت الاتنين ليهم نفس المعنى كاسك تفي ده السؤال للإجابة مثلا هقول جو مارش جو مارش أنا أمشي أو أتمشي جو مارش جو دانس جو دانس أرقص جو دانس جو في دولا موتو جو في دولا موتو أرقاب الموتوصيكلا جو شانت جو شانت أنا أغني جو كونت جو كونت معناها أعد أو أحسب جو سوتي أرقص جو سوتي أرقص معناها أكفز والا الحبل جو سيط جو سوتي جو جو بالمجم جو جو بالمجم جو أرقص أرقص جو ناج جو ناج أرقص جو Joو دو سكسون جو جو دو سكسون الألعب على السكسون دي بعض الأفعال وهم الأفعال اللي ما قد عندنا في الونيتي جو مرش جو دانس جو في دو لاموتو جو شانت جو كنت جو سوت على كورد جو جو أو بالان جو فول جو ناج جو جو دو ساكسوفون نوت بيان تلاحظ كويس ممكن يجلنا السؤال ده زي الكمبيت أو شوى اختيار أو كامبيت أكمل جو مرش كم ويجب هنا نقط ويجب هنا في الاختيارات فحنختار كلمة جو مرش كم ان ترتو يعني أمشي كسو الحفاء جو سوت كم ان تيجر أنا أقفز مثل النمر جو ناج كم ان دوفن أنا أسبح مثل الدولفن جو ناج كم ان دوفن جو دانس كم ان دوفن أنا أرقص مثل الدوب جو دانس كم ان اورس جو ول كم ان پابيان أنا أطير مثل الفراشة جو ول كم ان پابيان ودلواتي معنا بعض الغرامير البرجوب دون ستمنى marcher, nager, sauter, danser, voler, jouer et compter marcher بمعنى يمشي nager بمعنى يسبح, sauter بمعنى يكفز danser يرقص voler يسرق أو يطير jouer يلعب compter يحسب أو يعد كل الفرب الموجودة قدامنا دي كلها verb du premier group مجموعة أولى نحفظ الكلمة دي كويس premier group premier group يعني مجموعة أولى هعرفها زي ان الفرب بينتهي في الآخر بالer يبقى الفرب ده اسمه premier group فرب تبع المجموعة الأولى لان الفرب دي كلها لها تصريف مشابه زي بعض la règle القاعدة بتاعة التصريف اول حاجة en bar er احنا بنحزف ال er من آخر الفرب ده رقم واحد نمرو ده بعد كده اونه جوت le terminaison suivant بنضيف النهايات القادمة النهايات اللي قدامنا دي المكتوبة بالروج هنضيفها لآخر الفرب وده بعد ما نحزف ال er من الفرب مع je هضيف e مع tu هضيف es مع il l on هضيف e nous هضيف معها o n s vous هضيف معها o z il a v k s il a v k s هضيف معها o n t النهايات الترميناison اللي موجودة قدامنا دي بالروج لازم تحفظ عن ظهر قلب لازم تحفظوها صم e e s e o n s e z e n t دي اسمها الترميناison وده بنضيفها بعد ما نحزف ال er من افعال للقرب مثلاو البرمي group يمشي علشان اعمل الجاكزان لبرمارشي هحزف اخر حارفين ال er ونزل كلمة مارش مع كل لبرمانس ج بعد ما هضيف الترميناison مع ژ هضيف او اتو او اس الان او نو او ان اس و او زد الافكاس الافكاس او ان تي وبكده انتهينا من البرب تحت البرومي جروب دلوقتي هنتدرب ان شاء الله على بعض الاسئلة يعني ايه كونجج لفرب هنصرف البرب الموجودة قدامنا دي اللي هو الدرس اللي احنا لسه شرحينه حالا هنحذف ال او اير من كل فيهم وهنصرف يعني هنا مكتوب نو سوتي على كورد كلمة سوتي لما اكتبها هنا في البوان في النقط هحذف ال او اير وهبص هنا هلاقي كلمة نو النو النهاية بتاعتها والترمنزان بتاعتها او ان اس هكتب هنا سوت وفي الاخر او ان اس نو سوتون على كورد احمد ناجي دون لامير احمد ناجي دون لامير احمد بي اسبع في البحر هحذف ال اير وغضيف اه هتب احمد ناجي دون لامير تُ دانسي بيان هحذف ال اير وغضيف مكنا اس تُ دانسي بيان جو كنتي جس كا ديس انا عد الى عشرة احمد ناجي دون لامير وغضيف مكنا بيان 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 هحذف اولم وغضيف مكنا بيان الانهي دون لامير احمد ناجي دون وغضيف مكنا بيان ناجي leap الانهي دون لامير وغضيف مكنا بيان القدم. أو ألعب الكرة. جو مارش كم ام بابيون ان تورتو ان دوفا. أنا أمشي مثل ام تورتو. أسلحفا. أكري للاتر كي مانك. اكتب الحروف الناقصة. دي كلمة تيغر نقص هنا حرف ال-ي وهنا حرف ال-ير. بابيون أ ل أرس دراجون أ أ دوفا أ ح تور ت ف ر أ روليون Myth coeur. أ أ ف أ أ أ أ أ أ أ كتن أ أ كتن أ أ أ تבר أ أ же هذه الخيارة يا الحبيش كم يفتبون كيم ريكو كم يفتبون كم يفرتبون كمي يفتبون كمي يفتبون وفي درس مهم جدا برضو في الانتين اللي معنا لازار تيكل اندفيني أدوات النكرى لازار تيكل اندفيني ودي بتسوي باللغة العربية الكلمات التي لا يوجد بها ألف لام اللي هي التعريف لازار تيكل اندفيني صان ا اون دي ا اون دي دول اسمهم لازار تيكل اندفيني لازم تكونوا عارفين اسم العنوان كويس علشان تقدروا بعد كده تحلوا الكستيون بتاعها حطوا في دماغكم ان كلمة ارتيكل اندفيني نعرف على طول ا اون دي بنستخدم ال ا مع المسكولا السانجولي المفرد المذكر اون مع الفيمينا السانجولي المفرد المؤنس دي مع البلوريال الجامع سواء كان مسكولا او فيمينا اجمبل امسلا ام فرير اخ ام بير اب ام شيا كلب ام قريان قلب روساص ام سور أغت ام مر ام 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 تورتو سوحفا ام گوم ام ميمحا او استيكا دي دي فرير اخوا دي شيا كلب دي سلو اقلم دي غم استيكات A نستخدمها مع المسكولات السنجلي المفرد المذكر مثل أخ و أب و كلب و قلم و رصاص A نستخدمها مع الفميناء السنجلي زي كلمة أخت أم سحفة أستيكا كلمة D نستخدمها مع البلوريال والبلوريال في اللغة الفرنسية بينتهي بالأس أو بالإكس Complete avec l'article indéfini أكمل بيادة نكرا جي أم فرير لن كلمة فرير مسكولة أم سور أو كلمة سور فمينة أم سي أم فمينة سي أم فمينة دون لطرس إليا أم سيلي أم 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 يوجد في نهاية أمسكولاً دي كايي دي بلوريال اي انتروس اين فيمنة وبكده الحمد لله يكون انتهينا من اتمنى ان شرح اعجابكم وانتكنوا استفدتوا النهاردة لا تنسوني من دعائكم الكريم ميرسي اي ابيانتو